تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم الجمعة عتبت لـ 27 ألف ليرة مجددا بعدما استقر لفترة عند حدود 25 ألفا رغم أن لبنان في عطلة رسمية اعتبارا من اليوم حتى مساء الاثنين المقبل فقد سجل دولار السوق السوداء في تعاملات الصباحية إذن 16 ألف و 800 ليرة لبنانية بيعا للصراف ليتجاوز بعدها 27 ألف ليرة لبنانية شراءا وبيعا للدولار الواحد وكان متوسط سعر الصرف في تعاملات الصباحية أمس 26 ألفا و 500 ليرة لبنانية